عقب ذلك قام الرئيس عبد الفتح السيسي بجولة تفقدية في مجمع الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الألية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية واستمع السيد الرئيس خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات على المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات حيث انشئ المركز على مساحة 4000 متر مربع ويشمل 29 معملا متخصصا ومنظومة تعقيم مركزية وتم إلحق مزرع بحثي به على مسطح يبلغ أربعة فددينة